أصدر 17 من أعضاء حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتخابية تحذيرا في رسالة من أن بايدن يمكن أن يخسر أصواتا بالانتخابات بسبب طريقة الإدارة الحالية في التعامل مع الصراع في غزة من جهة أخرى استقال مسؤول كبير بوزارة التعليم الأمريكية بسبب طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع التصعيد والصراع الراهن بالقضية الفلسطينية قال المساعد الخاص بمكتب التخطيط والتقييم والتطوير السياسات بوزارة التعليم في رسالة إلى وزير التعليم إنه لا يستطيع أن يبقى صامتا بينما تغض هذه الإدارة الطرف عن الفضائع التي ارتكبت بحق الفلسطينيين الأبرياء